ازايكم؟ فطبعا فيه كذا حاجة جات في دماغي فالنهاردة هنبتدي نجاوب على السؤال ده الخطوة الاولانية ان فاقد الشيء لا يعطيه بمعنى لو الام او الزوجة مش سعيدة مش هتقدر تخلي البيت بتاعها او قسرتها سعدة طيب يعني اغلب الستات علينا ضغوط داخلين بقى في معترك الحياة والبيت والتوصيل والطبيق والشغل والجران كل الحاجات دي طب ازاي نبقى سعدة لما احيانا بجيت ستاك كده في موقف من المواقف دي وبفكر بجيب وراء وقلم او في النوتة بتاعتي وبقسم الصفحة نصين بكتب الحاجات اللي بتسعدني والحاجات اللي بتنغس حياتي بكتب اي حاجة كل حاجة في الحاجات اللي بتسعدني من اول اللبس اللي انا بلبسه الريحة اللي انا بحب شمها البيت اللي انا عايشة فيه الناس اللي انا بتعامل معاهم الشغل اللي انا بشتغله ممكن تبقى حاجات بسيطة خالص خالص ممكن تكون القهوة ريحة القهوة الجميلة اللي انا بحب شمها ممكن تكون مثلا تمشية في حتة معينة في جنينا معينة بتسعدني بحاول اكتب اكبر قدر ممكن من الحاجات اللي بتسعدني وده فعلا حاجة انا عملتها قريب وفي المنغسات بكتب ايه اللي بيدايقني برضو سواء حاجات بسيطة او حاجات كبيرة وبكتب الحاجات دي باللغة اللي انا بتكلم بيها مش لازم اكتبها بلغة عربية فصحة او احيانا بكتب بالانجليزة انه بيبقى اسهل علي ان انا اعبر عن الموقف دو او عن الحاجة دي بالانجليزة سيا مش هتفرق المهم لان الورقة دي محدش هيقراها غيرنا يعني محدش هيقراها غيرك فبعمل العمودين دول ناحية الحاجات اللي بتسعدني وبتشرح قلبي والناحية التانية الحاجات اللي بتنغس حياتي او بتدهي وبدور على ابسط حاجة او حاجات في العمودين وابتدي ادخلهم شوية شوية ابسط حاجة مش هتتكلف فلوس او مش هتاخد مجهود مني كبير وافكر اوكي من بكرة انا هبتدي اعمل الحاجة دي او من بكرة انا هشيل الحاجات دي من حاجات دي الموضوع مش من يوم وليلة مش هنغمض عنينا ونفتحها ونبص نلاقينا اه يلا انا سعيدة لا الموضوع محتاج شغل بس انا يعني بحاول احيانا انا احط ديدلاين لنفسي يعني الاسبوع ده هركز على النقطة دي وهشتغل عليها وهحاول اعملها فيه حاجات بتبقى سهلة التنفيذ اه فيه حاجات بتبقى صعبة يعني مثلا اه والله الكركبة بتضيقني فانا عايزة اشيل الكركيب اللي في البيت ده مش من يوم وليلة يعني انا منديها له فترة كل يوم هشتغل على حاجة كل يوم هعمل حتة اه فيه مثلا اشخاص معينة بتضيقني طيب الاشخاص دي هل موجودة واساسية في حياتي طيب نركنها دلوقتي على جام طيب الاشخاص دي انا ممكن اشيلها خالص من حياتي خلاص باخد قرار ده انا اشيلها من حياتي وخلاص هي بدأ اخر اتصال بيني وبينهم وما فيش اتصال تاني بدور على بيسموها يعني ايه يعني تخيل انت يعني الواحد قدام شجرة مسمرة شجرة بورتقان مثلا اسهل ثمرة الواحد دي يلتقطها ويستمتع بيها في ساعتها هي اللي بتبقى تحت نزلة مش في الفروع اللي فوق في الفروع اللي تحت فانا بدور على السمول وينز دي المكاسب الصغيرة دي وابتدي احاول اعملها واحدة واحدة بعد ما خلص المكاسب الصغيرة ببتدي ادور بقى في الايه في الحاجات اللي اكبر شوية وهكذا المهم الاساس هنا عشان ما نخرجش عن السؤال الاصلي ازاي اخلي بيتي سعيد وقسرتي سعيدة لازم البداية نكون احنا لازم البداية تكون ست البيت لازم البداية تكون الام لازم البداية تكون الزوجة ومش مش ان هي الطالب الاخرين ان هم يخلوها سعيدة هي نفسها ايه اللي بيسعيدها كل واحد عارف نفسه انا مؤمنة كل واحد على فكرة عارف نفسه بس احيانا يعني بنجذب على نفسنا بنتجاهل اللي احنا عايزينه يعني لكن كل واحد فينا عارف ايه اللي بيسعيده وايه اللي بيحبه وايه اللي بيضايقه وايه اللي بيزعجه في البداية ممكن نضيع اكسرسايز كده لمدة اسبوع من النهاردة لمدة سبعة ايام كل يوم هدور على حاجة بتساعدني واعملها والاسبوع الجاي هكلمكم عن النقطة التانية في ازاي الست تخلي بيتها سعيد واصرتها سعيدة مع السلامة